السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد ما جدني تعليقات كثير تقول يا نواف سوى مقطع أبلام سوى مقطع أبلام سوى جزء ثاني سوى جزء ثاني وحتى المقطع وصل ستة وتتسعين ألف مشاهدة كان أعلى مقطع في قناة وقتها كان مشاهدة من ألف إلى ثلاثة إلى خمسة بالكثير وهذا بوم كذا ستة وتتسعين ألف مشاهدة فقررت ذا حين أسوي لكم مقطع عجرة أبلام تلعب بلعصاب الجزء الثاني كان بالمقطع اللي بأت كان قدير يقولون يا نواف ليش الأفلام كلها موجودة في نيتفلكس ليش موجودة في نيتفلكس فذلما الرجب تلقم أفلام كثير يعني من ضمن العشرة هذه أفلام كثير موجودة في نيتفلكس حتى نراضي اكتبارها بين حتى ما تيقول لي بعدين لنواف ليش موجود في نيتفلكس ليش مدريش طبعا ميبا الترتب يعني مو من العاشر إلى الأول أفلام كلها حلوة وتعجيبني وكذا وتلعب بلعصاب توتر وهذا أشياء تعجيبكم بردو دعونا نبدأ أول فيلم معنا هو فيلم اسمه هش أصاوى الكلمة هذا الفيلم يوتر هذا الفيلم تابعته يمكن أكثر من مرة تابعته يمكن مرة أو ثلاث مرة وموجود برضو في نتفليكس الفيلم يتكلم عن غابة كذا فيها بيت هذا البيت داغله بنت البنتة هذه توقع هي هنا عشان تألف أصلا كتاب أو شيء زي كذا لكن في يوم من الأيام تلاحظ أنه في واحد قاعد يرسل له صور لها يجيها قاتل مع قناع مختل عقليا هذا القاتل ما ندري أشي يبغى منها بالضبط ومن هذا وإش راح تسوي البنت وهي أصلا صمة يعني تخيلوا البنت كذا ما تتكلم ولا تسوي ولا أي حاجة إش راح تسوي البنت وتشوفون كيف تعاني وكذا ولا حالة وفي هذا المكان المهجور لحالة فإش راح تسوي الفيلم والله مرة يحمس والأحدث اللي فيه مرة توتر وتلعب بلعصة بشكله مطبيعي وتقييم الفيلم 6.6 يعني الفيلم مرة أسطوري التقييم حق وبالنسبة رعبة يعني مرة شي مرة رهيب فموجود في نتفليكس ومرة نصحكم فيه شوفوا ومشاهدوا ومتاع نشوف عشي الفيلم الثاني طيب ثاني فيلم معنا اللي هو فيلم كرال هذا الفيلم برضو موجود في نتفليكس ها أخوذلك عجب ما تقولون ليجي الفلم موجودة وبرضو موجودة في كل المواقع الثانية يعني تكتبونه وكتبوا بجنب ومترجم تتحصلونه هذا الفيلم ينفع للعيد أنا جي نزلت لكم مقطع العيدة الفضر ودحان هذا العيدة الأضحى عجرة أفلام عجرة أفلام خذوا الأكام الفيلم يتكلم عن يتصير عاصفة قوية في مدينة تمام ويسوون أمر إخلاق يعني للمدينة وكذا يعني يبغون يطلعوا من نوم وكذا في بنت أبوها ضايع أتوقع في البيت أو في مكان الناس يعني بالضبط يشهل مكان هذا تحصلوا في قبو في قبو البيت أو المكان هذا ما أدري إيش هو بالضبط يلقب وحقه وكبير وقد جاء يعني يعني المياه غطن هذا البيت فإيش رح تسوي تبغى تنقذ أبوها من هذا المكان فاستكتشف إيش تكتشف إن فيه تماسح تماسح في هذا البيت تكتشف إن فيه تماسح في هذا البيت فإيش رح إذا أنت تسوي تبغى تنقذ أبوها مجروح ما يقدر يمشي ولا حاجة وفيه تماسح كيف هيبت خارج وكيف هو بي خارج وكيف الحماس اللي فيه والأعدد اللي فيه مرة رهيبة وتوتر وكذا ومرة أنصحكم فيه والله لا يفوتكم هذا الفيلم مرة مرة رهيب مرة رهيب فيلم العيد خلاص وتقييم الفيلمة ترون 6.1 يعني فيلم مرة رهيب وبس خلونا نشوف إيش ها ثالث فيلم معنا طيب ثالث فيلم معنا اللي هو فيلم هانت هذا الفيلم مو موجود في نتفليكس بس موجود في أو اس ان أنا تابعته في أو اس ان وبرضه موجود في مواقع كثيرة كتبوا بجنبه مترجم وتحصلونه مترجم طيب الفيلم يتكلم عن مجموعة أصدقاء في يوم الهالوين يقررون إنهم يروحون هذه الأماكن اللي بيت الرعب يقولوا لها وكذا فاهمين اللي كدت يدخل مكان ويقعد يفجعوك ناس ومن هذه الأشياء فيروحون يبقون يلعبون هذه اللعبة فلما يدخلون اكتشفون إن كل حاجة جوه أصلا عبارة عن حقيقة يعني مو تمثيل ولا أي حاجة عبارة عن ناس مقنعين يحاولون يقتلونهم والمكان كله مفخخ طيب إيش راح يساوون كيف راح يخرجون المكان مفخخ وفيه ناس مقنعين ويحاولون يقتلونه التوتر يرتفع عندك ضغطة وكل شي يجيك الفيلم مره رهيب والله تقييم الفيلم ستة فاصلة ثلاثة يعني التقييم بالنسبة للفيلم أروح مره رهيب وبس خلونا نشوف إيش رابع فيلم معنا طيب رابع فيلم اللي هو فيلم The Maze Runner هذا الفيلم من أفضل الأفلام بالنسبة لي من أفضل الأفلام ووالله يمكن عدتوا فوق خمسة مرات وأفكر ذحينة وأنا أشوفوا ذحين عشان أشرحوا لكم فكرت إن أرجع أشوفوا مرة ثانية طيب القصة يتكلم عن واحد يلقى نفسه في مصعد كهربائي وصلوا لعنده مجموعة من الشباب يعني وكذا يعني فيشوف نفسه اللي هو في غابة كذا كبيرة ومليانة ناس زي وكذا في نفس عمره تقريبا وهو فاقد الذاكرة حتى ما يتذكر اسمه ولا يتذكر كيف وصل هذا المكان واللي معاه كلهم ما يتذكرون كيف وصلوا هذا المكان وفي متاهة في هذا المكان كبيرة كذا يدرون إن فيها سر إنه إذا كان يتوقعون إن مخرج هذا المكان من المتاهة هذه فما يدرون كيف رح يخرجون وإيش رح يسوون وإيش داخل هذه المتاهة يعني مرة الغز مرة كثيرة ومرة رهيب ويوتر يوتر بشكل مطبيعي مرة الفيلم يفوز وانصحكم والله مرة فيه والأحداث اللي فيه مرة أسطورية الفيلم طبعا ثلاثة جزاء يا جماعة الجزء الأول تقيمه ستة فاصلة ثمانية واللي هو اللي ذا حين أنا حكيت لكم قصة ومرة رهيب مرة 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 رهيب بشكل مو طبيعي فمرة أنصحكم فيه ومو موجود في نتفلكس موجود في مواقع كثير بس في نتفلكس مو موجود بس خلونا نشوف إيش خامس فيلم معانا خامس فيلم اللي هو فيلم فريكي هذا الفيلم مرة ممتع صراحة رعب كذا مع متعة مع كوميدي مرة الفيلم رهيب وفي نفس الوقت تبترون برضو يوتر بس مرة تستمتعوا وانتوا تشوفوا يعني كذا شي خفيف والفيلم مرة يعني يضحك مرة يعني مو مرة يضحك مرة بس يعني الكوميدي اللي فيه مرة رهيبة الفيلم يتكلم عن بنت في الثنوية عايش حياتها بسعادتهم وهنا في يوم من الأيام كذا يجيها قاتل فيصير شي وهو يحاول يكتلها يخلي أرواحهم تتبدأ البنت روحها في جسد القاتل والقاتل روحوا في جسد البنت فدحن البنت صارت هي القاتلة والولاد صار هو بنت والله الفيلم بره رهيبة ممتع والأحدث اللي في بره تضحك وفي نفس الوقت تتوتر ولازم دحن انه البنت تتحاول اللي هو الرجل اللي هو بنت يحاول يرجع جسده الحقيقي خلال 24 ساعة أو رح تتبدأ أجسادهم إلى الأبد فإيش دحن راح يساومون وإيش الأحدث اللي موجودة الفيلم مره رهيب ومره ممتع من نفس الوقت يعني خفيف كذا وتقييم الفيلم ستة فاصل الثلاثة تقييم كويس والله ومره رهيب والفيلم مره رهيب وكل شي مره رهيب ومو موجود في نتفلكسة برضه وبس خلونا نشوف ايش سادس فيلمه معانا طيب سادس فيلمه معانا اللي هو فيلم ترانتوبوسان وطبعا فيه جزء ثاني منه باسم بنينسولا فالفيلم هذا كوري ومره رهيب ورعب ومره ممتع وفي دراما كذا والله العظيم الفيلم مره يأسف ورهيب مره وشكله مو طبيعي الفيلم معروف هذا اتوقع حتى اغلقكم شافوا طيب الفيلم يتكلم عن بنت مع ابوها في قطار قرروا يروحون يزورون اتوقع أمها لكن يكتشفون ان في القطار في فيروس من تيشير يحولهم الى زومبي فيبدن فيلم حماسه كيف ابا ذحن يبغى يحمي بنته وفي نفس الوقت زومبي في القطار كامل ورعي القطار اللي يسوق القطار ميت اصلا القطار متجه الى ما ادري فين والمكان كله زومبي واحداث مرة تطيرة في الفيلم ومرة يوتر ومرة يوتر بشكله مو طبيعي ويحزن وكلش في الحياة وتقييم الفيلم 7.6 يعني تقييم مرة رهيب ما يتفوت الفيلم انصحكم مرة فيه وبرضه ذا الفيلم مو موجود في نتفليكس طبعا الجزء الثاني منه ترون مو نفس الجزء الاول يعني قصة غير مرة فتابع الجزء الاول بعدنا الثاني فخلونا نشوف اجزحن سابع فيلم معانا طيب سابع فيلم معانا اللي هو فيلم فيرستريت هذا الفيلم موجود في نتفليكس وفي نفس الوقت الفيلم متقسم الى ثلاثة اجزاء يعني ثلاثة مواسم كلها نزلا حتى في نفس الشهر طيب انا بحاول اشرح لكم الفيلم بدون ما احرق لانه صعب شرح مرة والله الفيلم يتكلم عن مجموعة جرائم قاعدة تصير في مدينة ففي بنت تقرر انها تحاول هي واصدقائها انهم يوقفون هذه القوة الشريرة اللي مخلية قاتلين يطلعون يقتلون منها يعني في قوة شريرة يجون قاتلين يقتلون عشانها فهذه البنت تحاول انها توقف هذه سلسلة الجرائم كلها اتكلم لكم عن مجموعة عن اساس هذه القوة الشريرة كيف اجن كل جزء يرجعك للماضي زيادة هذا احسن شي في الفيلم والله كل جزء يرجعك للماضي زيادة عشان يبيك كيف اصلا اجن هذه القوة الشريرة مرة الفيلم رهيب واحداث ومرة رهيب لان الجزء الاول تقييمه 6.2 فمرة انصحكم في الفيلم مرة رهيب فخلان دحنا نشوف ايش ثامن فيلم معانا طيب ثامن فيلم معانا اللي هو فيلم اكوايت بليس هذا الفيلم مرة رهيب ومرة معروف هذا وموجود في نتفلكس الجزء لا هو جزئين الجزء الاول موجود في نتفلكس لكن الجزء الثاني تحصله في مواقع ثانية كثير الفيلم هذا مرة ممتع والله صراحة ومن افضل الافلام بالنسبة لي ومعروف عد هذا الفيلم مرة معروف والجزء الاول موجود في نتفلكس اصلا القصة تتكلم عن عائلة في مدينة هذه المدينة لازم ما يطلعون فيها اي صوت حتى يتواصلون بالاشارة ما يقدرون حتى يتكلمون بصوت خفيف مرة أي واحد يطلع صوت خفيف بس يموت يجيلوا كذا كائن غريب أو وحش يذبحوا فإيش ذحن عائلة رح تسوي عندها أطفال وفي نفس الوقت الأمة حامل فإيش رح يسوون أنا ما أبغى أحرق عليكم وقول لكم أحداث الفيلم الرهيبة بس إيش رح تسوي الأمة الحامل هذه وأحسن شيء أحسن شيء في الفيلم ما تدرون إيج أحسن شيء في الفيلم إن البنت الصغيرة اللي معاهم أصلا هي في الحقيقة صمة ما تسمعوا ولا تتكلم في الحقيقة وكذا فعشان كذا تمثيل يا حبيبي تمثيل الأرض تمثيل مرة أسطوري تقييم 7.5 تقييم مرة أسطوري وبس خلونا نشوف إيش تاسع فيلم معنا طيب تاسع فيلم معنا اللي هو فيلم The Babysitter هذا الفيلم برضو جزئين وموجودة كلها في نتفليكس الفيلم مرة يضحك وكوميدي مع رعب مرة رهيبة يعني حقه ضحك الفيلم حقه كذا وبنفس الوقت فيه توتر بسيطة يعني فيه توتر خفيف مو مرة عالي فمرة أنصحكم فيه وخلونا داحنا أقول لكم إيش قصته الفيلم يتكلم عن طفل أهل أبو وأمه قرروا يروحون توقع رحلة أو شيء زي كذا فجابوا له جليسة أطفال فهو يحب هذه جليسة الأطفال مرة يحبها يعني يعتبرها أصديقته فبعد ما تنويمو تقرر تجيب أصدقائها فالطفل يجيب فضول أشي رح يسوون هي وأصدقائها وكذا فيروح ولكن يكتشف ما لم يكن في الحسبان تطلع هي قاتلة متفقة مع الشيطان فدح أنه صار شاهد على هذه الأشياء ولازم يهرب وأحداث الفيلم مرة كثيرة ومرة كوميدية يعني طيب عاشر فيلم والأخير اللي هو فيلم يو آر نيكست هذا الفيلم مرة رهيب الزبدة الفيلم يتكلم عن عائلة كبيرة يعني مكونة مدري كم أخا ومدري كم أخ في يوم من الأيام يقررون يجتمعون سوى عشان يأكلون وكذا لكن يكتشفون إن البيت محوط بناس يحاولون يصطادونهم فإيش ذحن رح يسوون هم حاصري في البيت يعني هم في البيت وفي قتلة كل ما كان خارج البيت وانفخخين كل ما كان فإيش رح يسوون الفيلم مرة يوتر ويلعب بلعصب وأحداث الفيلم مرة كثيرة فأنصحكم مرة فيه في له قصة كذا تحس فيه قصة في الفيلم تقييم الفيلم 6.6 تقييم مرة رهيب بالنسبة لفيلم بذنع يعني مرة رهيب التقييم وبس هذا كان آخر فيلم معنا الزبدة يا جماعة مرة شكرا وصلنا 95 ألف مشترك باقي بس خمسة ألف ونوصل بمئة ألف برة رقب يعني بكدت أتوقع صراحة ولا تنسي إذا عجبك المقطع هذا تعطيني لك واكتبوا لي الأفلام إذا تعرف أي فيلم من هذه الأفلام اكتب لي رأيك عنها وإذا كما تعرف رح شوفها وتعالى قل لي برأيك عنها وخلاص كذا وصلنا لنهاية المقطع اشتركوا في القناة